حان الوقت لمحاربة الفكر التكفيري لعلها الجملة الأكثر تعبيراً عن الخطاب الذي أجمع عليه بطاريكة الشرق الخمسة في لقائهم الروحي في العاصمة السورية صحيحاً لا مشاركة ولا حضور رسميين في هذه القمة الروحية ولكنها كانت محاطة بهالة الأمن الرئاسي البطريارك الراعي وفي إطار المداخلات عبر عن رفض لكلمتين أقليات وحماية لأنهما لا ينطبقان على المسيحيين فهم ليسوا ضيوفاً في هذا الشرق بل أصحاب الأرض منذ ألفين سنة وشدد على وجوب عودة كل النازحين إلى سوريا موفوري الكرامة السفير البابوي نقل بركة البابا للقاء وتل رسالة رئيس المجلس الحبري لوحدة المسيحيين الذي صلى من أجل وقف العنف وبناء السلام والإفراج عن المطرانين وكل المخطفين ومن أجل المظلومين البيان التوافقي طالب المجتمع الدولي بإحلال السلام في سوريا بما يضمن حق الشعب السوري في تقرير مصيره إنه لزمنٌ رديءٌ حقًا يستبيح فيه الإرهابيون كل شيءٍ بسم الله خدمةً لأهوائهم ولمصالحهم ومصالح كبار هذا العالم نؤكد تشبثنا بوحدة هذا البلد وبحق أبنائه بالعيش بأمنٍ وحريةٍ وكرامة ونطالب العالم بالعمل الجدي على إيجاد حلٍ سياسيًا للحرب العبثية التي تعصف بسوريا أما لبنان البلد الرسالة فندعو إلى الإخلاص له وحده والعمل على انتخاب رئيسٍ للجمهورية يعيد للمؤسسات الدستورية انتظامها الباتريارك الراعي ألغى زيارته إلى معارة سيدنايا وزار صباحاً باتريارك السريان الأرثوذوكس في باب تومة متمنياً النجاح لأعمال سينودوس هذه الكنيسة من مدخل هذه الحارات القديمة الشاهدة بحجرها وبشرها على الوحدة الإسلامية المسيحية كان نداء بطاركة الشرق وهذا النداء يستكمل في بيروت في القمة الروحية التي يعد لها الباتريارك الراعي من باب تومة في دمشق هدى شديد روبير غسن بول بوعون البي سي آي ترجمة نانسي قنقر